معنا كمان الفنان علاء مرسي اهلا وسهلا بحضرتك منورنا اهلا وسهلا بحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك بألف صحة وسلامة من الفنانين اللي واحد بيشتاقي يشوفهم على الشاشة وبنحب جدا نفرج على اعمالك يعني دايما يا فنز من الشرف خلطة النجاح خلطة النجاح في ابو ناسب اولا انا اولا بقولكم كل جميعا كل سنة طيبين كل سنة وبلدنا الجميلة مصر والوطن العراضي والعالم كله بخير وصحة يا رب وام يا رب اللهم امين اه انا سعيد بالتجربة فابو ناسب جدا لانه اولا انا اولا انا من عشاء الزعيم عهد الامام ومن مريدينه ومن يعني من جمهوره اتربيت اه على حبه وحبيت الشغلانة انا وجيلي منه ولكن ان سعيدني الحظ باني اشتغل مع رامي امام الا انا عايز اقول انه انه هو رامي امام مش عشان هو رامي عادل امام هو رامي امام مبتع ومخرج شاطر جدا وانسان اه في قمة الاخلاق الحميدة والادب اه فانا سعيد بان انا تعرفت عليك انسانيا وفنيا اه محمد امام انا اشهدت فيه مجروحة لانه انا من بداياته وانا متابعه وشايفه قد ايه بيتطور ولما عربت بانه في الفيلم ده بالتحديد اكتشفت انه مركز جدا وبيفكر في كل التفاصيل وبيفكر في كل الادوار وبيفكر ازاي العمل يبقى جماعي فحسيت ان انا قدام زعيم صغير بيكبر حلو قوي المصطلح ده زعيم صغير بيكبر كمان يعني كل عمل هو بيقدم حاجة جديدة وفي الفيلم ده بالتحديد ايه دي الرام امام معاه انه يعمله منه توليفة وشخصية جديدة غير الفيلم اللي قابله واللي قابله طب اسعل بقى حضرتك يا استاذ علاء معلش في الحتة دي لانه قلت جملة عجبتني قوي حتىك شايف انه محمد امام يسير على خطة الزعيم يعني احنا شايفين زعيم في اطار التشكيل او التكوين بص هو كل الاجيال اللي جد بعد عاد الامام كلها عايزة تمشي على خطة الزعيم اي حد بياخد الزعيم قدوة عشان ينجح في منهم اللي بيقدر يواصل ويكتهد اوي ويفكر اوي ان ازاي يمشي في هذا الخط ازاي حقق المعجزة العظيمة اللي هي اسمها عاد الامام اللي موجودة في الشغلانة دي يعني دي دراسة دي عايزة كتب ازاي هذا الرجل يتطور من بداياته الى نصبح زعيم الشغلانة بالشكل ده ويفتمر الى الان في قلوب البشر والبشر على مستوى الكرة الارضية كلها في اي دولة فانه ييجي محمد امام انا شايف انه هو بيحاول طول الوقت انه يمشي في هزي الخطة مش كابا ماشي ماشي شكرة التقليد لا بشخصيته الحصة تقصد خالص لو تركبته هو وطعمه الخاص وعشان كده هو نجح ولكن اعتقد انه 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 محمد امام في الايام اللي جاية حيروح في منطقة اعلى بكتير كمان من اللي هو فيها وده يفسر فعلا للتعليقات الكتير اللي ناس بتتكلم فيها عن أدائه لكن يعني سر نجاح فيلم أبو نسب والإرادات العالية بالشكل ده حضرتك بتشوفها إزاي إيه اللي خلى الفيلم ده ناس تحبوا بالطريقة دي إنه فيلم بيت فيلم عيلة فيلم حدوطة بسيطة جدا وحدوطة رامي تناولها بحرفية شديدة جدا أن توصل لقلوب على طول تتفدأ وما فيهاش مغلاء وما فيهاش استخفاف بالعقول ولا استخفاف في الكوميدي ولا استخفاف في الأكشن كان بيعمل كل حاجة يديها وقتها وحقها والإخلاص في العمل ده اللي أنا شهت إنه هم عملوه هو ده النتيجة على وعلا إنه محمد عنده حضور غير عادي مع جمهور السينما جمهور السينما أو أكتر من الدراما الشباب الشباب الزغير الشباب أكتر أكتر من الدراما يعني السينما أكتر من الدراما لا هو في الدراما ناجح جدا برضو ولكن أنا بتكلم على تحديدا كسينما هو عنده شريحة كبيرة جدا من جيل معين هذا نسبة له من نجم الأقص بتاعه هذا فده كمان حبهم لي وبسط ووصولوا ليهم بالسهولة دي عمل الشريحة دي زايد الفيلم آآ زي ما قلت الحظك فيلم بيت يعني فيلم مش 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 الفيلم مش هوفر يعني مش يعني الفيلم بسيط يشوفوا كل أفراد العيلة بالضبط ومصنوع حلو جدا كمان وبعدين أنا عايز أقول لحضرك على حاجة أنا يعني بالملاسبة دي أنا عايز يعني أوجه التحية لصنوع بقى الفيلم آآ غير الأعبقرة الممثلين زي الأستاذ هلامة فاخر أو الأستاذ مجد الكدواني أو الأستاذ محمد نطفي أو الأستاذ وفاق عامر أو ضيوف الشرف الأستاذ نطراح عبدالله أو الفنان الجميل الكوميدي اللذيذ محمد طروت أو أو لأ في جهة إنتاج وعية لم تبخل بلحظة على هذا الفيلم عشان يطلع بالصورة دي فأنا بحييهم بحيي جهة الإنتاج جدا بحيي كل العناصر التي اشتركت في الفيلم لأن كلهم أبطال فأنا سعيد بالتجربة دي وسعيد إن أنا شاركت بيها ولو جزء بسيط حيكتب في تاريخي إن أنا عملت حاجة مع هذا النجم الجميل محمد إمان أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أن كل سنة وأنت طيب يا رب بالصحة والسلامة